نهاردة مجلس دارة نادي الزمالك بدأ بشكل رسمي في تنفيذ إجراءات إقاف محمود عبد المنعم كهرباء لعب الأهل المعار لفريق هطاي سبور لقلص العارة مع هطاي سبور مجلس الزمالك أرسل خطاب رسمي للجنة الاندباط باتحاد الكرة المصري ورفيفة لتنفيذ إقاف محمود كهرباء الزمالك بيتخذ كافة إجراءاته القانونية للحفاظ على حقه المحكمة الرياضية كانت حكمت في القضية لصالح الزمالك قررت تغريم كهرباء 2 مليون دولار في قضية انتقاله إلى نادي تبورتيفو ألافز البرتغالي بالإضافة لغرامة 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى سددها ده بالنسبة لكهرباء حكاية كهرباء كل يوم حكاية عند كهرباء تخلص حكاية كهرباء دي بقالها سنين